موسيقى 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 معرفة ما في وعي الأسباب هي بس اجتماعية برأيك لا في كتير أسباب بس ما في أسباب شوي أنونية يعني هون فينا نقول يعني مثل تسهيل الموضوع من قبل المحامين يعني بعدنا عم نحكي عن دور المحامة خلينا نرجع نحكي شوي عن دور شو هو دور المحامة المحامة دوره أنه يجي اتنين يجي واحد رجال أو المرأة اللي عنده لا يطلقوا هو بدي يلاقي السبب الأنوني يعني أنا محامة مدني ومخصص أنون كناسي بعرف شو هون الأسباب اللي بتطلعون الزواج التواقف الكاتوليكية وشو أسباب عن التواقف الأرثودوكسية اذا شخص خبرنا قصته أنا بدي ألاقي السبب الأنوني لفوت على المحكمة اقنع المحكمة أنه هذا الزواج باطل معنا ما بيهمني الشريك الثاني إذا وافق أو رفض أو شي من شن هيك اليوم أوقت عم نشوف اتفاقات هكتا نحكي الأشياء هيك مثل ما عم نشوفها بالمجتمع يعني بيتفقوا مع محامة أنه يخترعوا سبب ببعض الأحيان من شن هيك عم بيصير فيه تأثير لها الموضوع اليوم المحكمة كمان بالنتيجة بتوثق بها المحامة يلي موجود هو دوره أنه يكون شخص بينوثق فيه بيكون فيه اتفاقيات من تحت الطاولة إن كان مع شريك أو مع الشركين أنه نحنا منلاقي هيك أي سبب بيفسخ الزواج منكذب يعني أكون واضح هو الاتفاق شو بيصير؟ الاتفاق بيصير على مفاقيل الزواج يعني على الحراسة على النفقة على الولاد بينبارز للمحكمة اتفاق حبة بس بالنسبة للسبب البطلان فينا نكون كتير صريحين أنا كمحامة كتير صريح مع القادة بيقولون هؤلاء الأشخاص وصلوا مرحلة ما عاش فيه ويطلب ما عاش فيه ويعيشوا مع بعض بس فيه هذا السبب القانوني درسوه وعطوه بطلان لهؤدتنا ساعتها المحكمة وهو القادة علي أنه ساعتها ينظر بهذا السبب بس مش أنه أنا فوت تحت الطاولة قالوا للقادة ليك هؤدي مش متفقين لا بتكون واضحة أنا اتفق مع هالأشخاص مع موكلة لأنه منلاقي سبب أنه يمكن ما فيه نفقة ما فيه مصروف ما فيه خيانة يعني المحامة عم يتفق مع شريك مع الرجل أو مع المرأة أنه يخترعوا سبب يوصلوا للمحكمة حتى يسهلوا الطلاق موجود هيدا الشيء ولا؟ بس لخبرك ما فيه شيء اختراع يعني ما فيه اتنين بيوصلوا على المحكمة إلا ما فيه سبب طام لبالك يعني فيه أسباب نفسية طمان ما تخترع سبب عطول لأنه في خلاف بين رجال ومرأة فيه سبب معين نعم سوهدا السبب رحنا نشوف شو هو وبنبرزوا للمحكمة مش عام نتكذب هدا الموضوع ليه أوقات بيصير فيه رفض ليه أوقات شريك من الثاني يعني لا يوصلوا على المحكمة مفروض يكونوا اتفقوا على هالموضوع ليه أوقات بيصير أنه أنا ما بدي تطلق أو أنا هو بده يطلق بس أنا بعدني بحبه أو هي بده تطلق أو أنا بعدني بحبه أو تعرقل هذا المفهوم الغلاط أنه رافض ما في شيء اسمه رافض الطلاق ما خاص المحكمة الروحية ما بتنظر أبدا إذا واحد إبلين أو رافض هذا الموضوع أبدا بس بيصير تعرقل يعني أنا مثلا أعتبر وكير رجال فات على المحكمة المرة ما بدي تطلقه يمكن لأنه أسباب مدية بدأت يخذ منه مصاري بدأت يعني عارفة أنه هذا النظام المغروم بدأت يروح مع حالة تانية ما بدي بتصير تعرقله قصة إيغو شوي مثلا بتصير تعرقله المحكمة يعني مثلا جال ستة ما بتحضر بتحضر مرة تانية خبرة نفسية ما بتروح عليها بتطلع قرار بتستقنفه بتجيب شهود في عدة طرق اللي تطعن بالقرارات اللي بتصير بالمحكمة الروحية سوهيدا بيسموه تعرقل يعني بيطولوا أمد المحكمة بس بالنهاية إذا السبب قانوني واضح بدي يطلع حكم من المحكمة المحكمة بس طلع حكم مجبورين تنعنيتهم ينصعوا لقلهم في استقنف يعني كتير بيجو يعني طب شو بدنا نعمل ما المرة رافضة أو جوزة رافض ما خص أبدا يعني هالعالم دي يفهموه أنه ما حدا إله مع التاني هون الأمور النفسية منزحها جنب معناتها والاجتماعية والتواصل يمكن السيء منبلش نشتغل فقط قانون مليار بالمية أوكي كيف بتمشي البروسيدجر لما بيكون في حدا كتير مصعب الموضوع مثل الأسباب اللي يذكرتون يعني شو بيصير بالأول الشخص اللي بده يطلق اللي هو رايد وهو طالب وهو بده يسرع الموضوع شو بيعمل كأول خطوة الآن أول شيء أكيد بيكون عنده سبب يعني أنا مثلا جاي لعندي كمحامي بدي أرد لي مشكلته بدي أشوف أنا هالمشكلة اللي هو عم بيأردها هو سبب لو بطلان زواج أو لا ساعتها بس ما أكتب الدعوة وقدمها بقدمها على السبب اللي هو عم بيخبرني إيها وبلغ الفريق الثاني هون الفريق الثاني فيه مهل بالمحاكم فيه خدالة الآخر فيه عرقل فيه مثلا جاس جواب وما يجي يجي مجالسة تانية الفريق اللي مستعجل ما فيه يعمل شيء بهذا الموقت يعني فيه محلات ما فيه يعمل فيه شيء بس تقطع هيد المهل بساعتها بيتصرف بس فيه أشياء بتعرقل بشكل هيك مزعج وما إلا أساس عنه أكيد يعني مثلا بيطلع مثلا عن طواقف الكاتوليكية فيه شيء اسمه العالم بيعرفه اسم الرطة بيطلعني في الحكم على محكمة الرطة مثلا بطلعن الزواج محكمة الرطة هي مدفن للملفات لأنه عم تحكي محكمة عالمية كل تواقف كاتوليكية بالعالم بتصب هيدا المحكمة يعني عم تحكي بالوفات للدعاوة يعني تبتاخد وقت كتير هون ساعتها هيدا الشخص الرجال مثلا زي مرتو استقنفت معروف ليش عم تستقنفها الرطة لا تيجي تطلب منه مصاري أنا بتعطيني مبلغ من المال بتعطيني تعويض بتعطيني الشقة بتعطيني أرطة بسير فيه كمبرومي على هيدا الموضوع بس أدي دايما بيكون السبب مادة ليه دايما منقول أنه السبب مادة هالسبب اللي ظاهريا مادة مش ممكن يكون عم بيخب سبب عاطفة أو سبب نفسي أو سبب هالتعلق أوقات يعني منشوف أوقات ناس حتى طلقوا خلاص ومضجوا وطلع القرار وبعد المشاكل مكملة كأنه ما نمضى الطلاق يعني هون المحامة دايما ممكن يساعد يعني هون يمكن دور المحامة بيكون انتهى أو حتى بالأشياء المادية كمان هيدا دور المحامة بس اليوم المحامة نحنا بنعرف أستاذ يعني كمان أنه مثل حضرتك يمكن في كتير محامين بيشبهوك بهالطريقة التعامل أنه دايما بيجربوا يلاقوا حل سلمي دايما بيجربوا يقربوا وجهات النظر أو حتى يرجعوا يمكن يعيدوا الاتفاق بين الشخصين اليوم قدي دور المحامة مهم مش بس أنونا أو مش بس بالأنون أيضا بتواصل لكن نحكي الشغلة أنت قلت أنه ليش عالطول بنحكي السبب أنه مادة لا فيه كون كمان ما قلت أنه الشخص بحب التاني عم بيعرقل لأنه ما بده ما عبيله يعني أنا عم بحكي من تجربة شخصية جيني كم دعوة الشخص يجي لعندي يعني الحس أنه ما فيها الأسباب المصبوط أطلب الشركة التانية يجي الجزوز أو المرأ مش هي يعني مغرومين ببعض بشكل مش طبيعي بس فيه شو اسمه هيك نقطة على عيني بيناتهم أنا كمحامي فيني هالنقطة كبرها هيك أو فيني زغيرة وإرجاء أجمعها الحمد لله جماعتهم ما بعد يعني فيه كم شكابل جماعتهم على أساس بنال لأنه الزوج بده يقدم دعوة كبير راس لأنه مرته كبرت راسه وفي سفرسال مرة تقدم دعوة لأنه جوزة هي كبرت راسه على جوزة بهالأمور في شي فيه بحدي ممكن يكون في حال وسهل سهل يعني يكون في حال هلأ الموضوع غير تسمحني أخذ اتصال أستاذ قبل ما نتابع ألو ألو هلو يا هلا تفضل أنا حكيت أبدا شوي هلأ هلأ أنت على الهواء تفضل أوكي فضل ألو يعطيك العيشة يا هلا تفضل لكن أختي بدي أسألك بسأل أستاذ إلي أنا كمسيحي أنا كمسيحي عم بحكي ألو سمعتني أختي نعم بالمسيحي من أجيل بيقول في البداية خلقهما إذا كان أنا أنثى وما جمعه الله لا يفرقه الإنسان طيب كيف بتبرر الكنيسة لألة تفصل العقد المقدس لأعطيكي مثل أنا بعرف عائلي متزوجين وعندهم أربع أولاد ويوتوش هدلهم يعني بي بيطبطهم وبتحذيبهم وبيسموه أخلاقهم هالزلمي بفتر من سترات لح الدعارة لح الكبريات لح الأخر شيء طبع بي ويجاب بنا ولد نعم ومصر أنه يطلق مرته ما بده يطلق روني الكنيسة بتعطيه حق الطلاق وإذا بتعطيه حق الطلاق ما بيكون خاصة شريعة الإنجيل روني صار في مشكل كبير يبتصور شكرا لألة شكرا لألة أكيد نحنا ما رح نحكي عن الحالة بحد ذاته نحنا من جاوح بشكل عام لنحكي شيء مضبوط أنا ذكرته بأول حلقة إنه هنا ما فيه واحد يوافق أو يرفض الطلاق المحكمة بتقرر إذا فيه بطلان زواج أو لا بسويا عم يحكي تحديدا عن المحكمة إنه قد إلا حق تكسر هالزر الكنسة حسب هيدا الزواج مثلا هلا عنده أربع أولاد عم بيقول يمكن يكون هيدا الزواج من أساسه باطل المحكمة بتنظر بأساس الزواج إذا باطل أو لا يعني وقت أتجوز كان فيه إرادة فيه فيه وعي فيه إدراك في طريد كان كل شيء منيح وصلنا لها الحالة لا المحكمة ما بتعطي البطلان بس واني تزوج بالأحرى هالرجل يلي طالب الطلاق صار عنده عشيئة ولد منه بس المحكمة ما بتفسخ له زواجه الأول لأنه صار عنده مره عشيئة تانية أف منه سبب لا لا منه سبب خلينا نذكر بأسباب البطلان نعم بتحكي أسباب البطلان كل شيء بيصير قبل الزواج مثلا عدم مقدرة نفسية غلط بالصفة أنا تجوز شخص طلع شخص آخر التلجأة بحلية الأمانية شخص تجوز ضل براسه أنه لازم يضل يمارس الجنس مع غير شريكه التلجأة بحلية إنجاب أنه واحد تجوز ما بدي يجيب أولاد تلجأة الكاملة اللي هي زواج مصلحة بتجوز كرميل مصلحة إن كان مصاري أو فيزا في كتير أسباب الشريط هاودي الأسباب يكونوا سبقين للزواج بالنسبة للطواقف الكاتوليكية على التواقف الأرثوديكسية في فسخ زواج يعني مثلا إذا ثلاث سنين بعد الزواج الزوجان بعدهم مع بعض تفسخ لهم زواجهم إذا في زنا طلع يعني الزنا عند التواقف الأرثوديكسية سبب للطلع عند التواقف الكاتوليكية سبب للهجر بس هون في زنا إيه بس حسب إذا هو عم بيقول الماروني الزلمي ما في روح يطلق هذا بتهجر المرأ بتقدم دعوة هجر بتاخد منه نفأة لأوليدة ولا كل شي بقى المحكمة وثاني شغلة قال شغلة أنه الكنيسة الإنجيل بيقول ما جمعه الله لا يفرقه إنسان بس كمان في شغلة كمان أنه ما لم يجمعه الله فليفرقه الإنساني إذا الزواج من أساسه باطل بيحق له الإنسان يفرقه بس إذا مش حيال الله إنسان عنه لا لا المحكمة لا محكي سلطة كناسية لا محكي سلطة كناسية بس هيدا ما لم يجمعه الله فليفرقه إنسان كنت حابة تزيد شي شوي عن التعرقل أو عن التعرقل هلأ التعرقل عم بيلك أنه شخص فيه عرقل دعوة لأمد معين بس لما حال بتوصل في دعوة ويتيلي الشغلة أنه عن المشاكل بتصير المادية اللي بعدين مثلا بيصير في طلاق بيصير في وطلان زواج بيجعوا بيجعوا بيعملوا مشكل على قصص المصاري والولاد هيدا فيه سات أي واحد من الفريقين فيه أقدم دعوة بالمحكمة الروحية أو المحكمة المدنية يعني ما فيه شي حكم بيطلع مبرم بشي اسمه حراسة ونفقة ومشاهدة واستحاب يعني فيه المرة يلي إذا كانت نفقتها تقريبا شي ألفين دولار لثلاثة أربعة ولاد فيها بعدين بعد فترة بعد سنتين ثلاثة تقول يعني ممكن يصير فيه اتفاق مكتوب بين مضى يمكن يتصدق من عند كتب العدل أو مش ضروري إذا اتنين مدوا اتفاقية فيهم يفوتوا على المحكمة ويقولوا للمحكمة طلعي لنا قرار يعني بيطلع قرار بموجبها الاتفاقية ويتنفذ عادي وبتاخد وقت كتير لا لا هذا أهيان شي يعني ممكن يتغير الحكم هون إذا في حكم كمفاعل زواج مش قطلع نحكي لحنا إذا طلقوا العالم صح صح خلصوا ما عاش في زواج زواج في ولاد على الأنين هيدا إذا في هالمناكفات اليومية على الولاد أو على الحضانة يعني هون شو بينا عمل بالقانون خليني أعطي مثل وعم شوف هالأمثال كتير الحضانة لنقول مع هالشخص أو اتفقوا على تقسيم الأدوار في شريك بيضل مرائب نوعا ما شريكه يعني بيضل فيه مثل كأنه رقابة بيضل فيه أنت آه صح هيدا هي بيضل فيه أنه ليه غفلت عينك خمس دقايق عن الأولاد أو ليه بعت عن الأولاد وظهرت مع أصحابك ولا 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 بالوقت يلي هنا الأولاد عندك إله حق هون الشريك يضل عم يتعاطى مع شريكه يلي صار شريك سابق لا بس لأنه تب شو بيين عمل لأنه هيدا الشخص يلي طلق طلق يمكن بعده مش مبسوط بطلقه وبعده أنه بيحب الشريك الثاني وعنده لزه هو أنه يضل يزعج الآخر ويضل ينكد فيه ويضل يشوفه أنه وما يخليه مرتاح بتصير هالأمور بس هلأ بس ما يطلقه ما عش حال نقله على الثاني بس بضمن الأولاد هلأ ضمن الأولاد فيه أنون بس ضمن الأولاد مين بيحط الأنون يعني مين بيحط أنه كم دقيقة بدك تقعد معه قده بتكون تخدروا تليميزيون قده بتكون تظهروا فيه شيء اسمه حراسة بتكون مع شخص يعني هو دوره يرعى على أولاد يربيهم فيه شيء اسمه مشاري والسحاب للفريق الثاني هذي بيتحددوا أوقاتهم يعني من التنين للجمعة تبري مع المرأة بديو جي جمعة بعد الظهر للسبت أو للأحد البي بديو يخدهم بالوقت المحدد ويردهم بالوقت المحدد وطالما هالولد عم يعامل بشكل جيد من قبل الأب أو الأن هذا لازم يكون بالوقت يكون معه وطالما ما فيه تشايلد أبيوز أو استغلال لها الولد أو أهمال أو تعنيف أو 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 الشريك الثاني ما أبدا نهائيا نهائيا إلا إذا فيه سبب طبعا كبير إلا إذا فيه شيء أكيد جراف وبيّن لأولاد أنه عم بيتعرضوا للشيء لسه محل تعنيف أو تحرش أو غير أو أهمال صار فيه محاكم تاني محاكمة الأحداث بتنظر بهذا الموضوع بتمنى الفريق التاني يخد البي معنى أنه هنا فيه الشريك يقول أو تقدمه بشكوى أنت يا شريك السابق تقدم بشكوى أنه أنا عم بهمه الأولاد أو إله حق ما يرد ما يتعاطى أو يسكر له يعني أليك فيه نوع من الرجال مثلا بيشوفوا إذا بيصيروا ينتبهوا إذا المرأة طعمت الولد شيء بيتزا أو طعمته طبخ أو كذا صح هادي قصة سهبل يعني صارت العالم وصلت لأشور وعم بيحرق السلاف لأولاد هني لو شوي بينتبهوا وعم بيتأثروا إيه لو بينتبهوا ما بيحكوا هذا الموضوع أبدا خلينا أخذ اتصال ألو ألو يا هلا تفضل مونجور مونجورين مين معنا معكم روفير من زحلة يا هلا فيك بدي أسأل الأستاذي دي عن الشغلة هي صارت معي أنا أنه أنا جوازت من شيء أربع سنين وبعد كم شهر صار في خلاف لا في أولاد ولا في شيء وانفصلنا شيء سنتين نعم ورجعت أنا غيرت طيفتي لأنه أنا مروني وطعبت معي يعني بتعرفي الزواج المروني كتير صعب فأنا غيرت طيفتي ورجعت تجوزت على أهو بهاك حالي بيصير أنا الزواج الأبل هو من شيء خمس سنين بيصير باطل شو إجراءات لازم تنعمل سألت عنها محامية يصير قولولي أرغامي يعني عالي شوائي وكأنه لا مغير طيفتي أنا بالنهاية بدي أغير بدي أسأل أنا إذا بدي أرجع طلق المفروض بالكنيسة أنا بطلق مسيح أوكي شكراً لسؤاله ما سمعت هو أعمل المسلم أو أعمل العشوري شو الدين التاني اللي نقلت عليه أستاذ مش مسيحي فينا نعرف شو هو مسلم يعني شيعي شكراً لسؤاله أول شيء غلط اللي عمله لأنه أربع سنين وبالاولاد الزيجي كتير قريب أكيد مليار المية فيه سبب لبطلان زواج كان فيه روح على المحكمة وبيعمل بطلان زواج بسهولة الآن بالنسبة لوضعه أكيد هو إذا عمل بطلان زواج بيقدر يجا يتزواج بيجا يجوز هو بالنسبة لوضعه عمل مسلم بدي يكون يمكن الشريك الثاني رافض يطلق يعني هذه الفكرة أنه رافض يطلق ما فيه يعمل مثلا أشوري أو أورتودوكسي أو سريان أورتودوكس ليغيروا مذهبهم ويطلقوا اتنينيتهم راح عمل شيعي وهذا غلط كان فيه روح على المحكمة الروحية حتى لو شريكه رافض ويكمل بالبروسيجر ويخلص كان بيخد بطلان زواجه الآن بوضعه هو بالنسبة للكنيسة بعده مجوز يعني هو ما فيه يرجع هلأ مسيحي لأنه إذا رجع مسيحي وكان مجوز عند الإسلام جوز عند الإسلام يعتبر صار فيه عنده تعدد زيجات فيه بموضوع طويل عريض اللي بده يعمله هو هو الشيعي يروح يقدم دعوه على المحكمة الروحية يخد بطلان زواجه بالزواجه والأساسي ويرجع يقدم شو السبب بيكون هون ما بيحكي عن سبب تغيير الدين لا لا ما بعرف شو إذا ليش غي إنه ليش ما عنده أولاد إذا هن حدا منه رافض الإنجاب أو فيه مشكل على المالتين فيه سبب يعني إن كان غلط بالإنجاب ويشفت الإنجاب أو حدا ما بيجيب أولاد خليك معنا على الخط وخد رأم الأستاذ لأنه الأصحياتها شي بيرجع بيرجع بقدم دعوة مارونة وبيخلص كتير يعني أنه اليوم أستاذ بتنصح كل الناس أنه يمشوا بالطريقة القانونية مليار بالمئة وينتبهوا على كل خطوة عم تنعمل بالقانون ويلحقوا كل التعليمات لأنه ممكن يوصلوا لمحالات تخرب لهم حياتهم مليار بالمئة أكيد والأولاد أكيد اليوم المحامة لازم يتابع الحالات إذا تطروا أو يرجعوا له من بعد الطلاق ومثل ما ذكرنا هالمشاكل المادية المحامة موجود موجود لأبد الأبدين لأنه كتير في ناس ما عندهم وعي ما بيعرفوا أنه مصلحة أولادهم قبل مصلحتهم بيصيروا نكفوا ببعض بأولادهم وهو الأولاد عم يطلعوا ضحية قداليوم تشتغلوا على هالموضوع إن كان بالمحامة بالمحكمة أو أنت كتير شو عم بيصير شو يلي يعني أوقات منشوف بيستخدموا الأولاد لا يعرقلوا نصبت يعني بيستخدموا الأولاد مين بيحمل أولاد بيحمل أولاد أول شيء كمحكمة بتشوف أنه هذا الأولاد وين أصلح يكونوا موجودين وتاني الشيء دور المحامة يشتغل يعني أنا كباي مجوز بعرف شو مركزي وشو دوري كباي بالعائلة سو الموكل بوجهوا بهذا الموضوع يعني بيجي بيقول لي أنا بدي حراسة أولاد أنا ما بفهم كيف باي بيشتغل وصباح العاشية بده حراسة أولاد طب والأم وين دورة كدور كمان كمحامة يوجه هالوكلة أنه لا في محل الأم هي الأهل للحراسة أنت دورك تعمل شيء تاني وبيطلعوا الأولاد مربيين بطريقة كتير مرتبة نحنا مش ينربي جيل المضيع على الشوارع وعلى المشاكل بدنا نحكي عن هالموضوع لو سمحت بحلقة لحقة اختيار الشريك لحضانة الولاد حسب أي معايير وكيف وليه يختار لأنه بفتكر هذا موضوع متشعبت شوي ومهمة كتير بالنسبة لأولادنا نشكراك أستاذ اللي رحمة أحلى وسهل فيك نحن نأخذ بريك صغير ومنرشا